اهلا بكل حضراتكم مرة تانية طبعا احنا اللي حصل كالقاتي احنا كسبنا شوط ولسه قدامنا شوط تاني ان شاء الله اكيد مهمته هتكون صعبة للغاية ولكن كالعادة الاهل ان شاء الله هيكون قدها وقدود تعالوا بقى ايه نفسص كده اللي حصل في الموتش مبارح والمخمخ في اللي حيحصل في الموتش اللي جاي ونتجازب اطراف الحديث مع الناقد الرياضي اللي بناس عاد دايما موجودوا معنا وتشريفوا لينا في عشر صبح بالاهلي لأستاذ جمال الزهير يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك أستاذنا الكبير اهلا بحضرتك صباح الهانة يا رب ايو اننا بنعايز اللي يبقى فيها بس شوية تفاؤل طبعا يعني انا مبارح حسيت انه بعد الموتش يعني من تعليقات بعض الناس ان العملية ضائعة لا لا سيماك بالتعليقات انا بس اعايز انا مبارح في كذا لقطة مع نهاية مع صفارة نهاية المباراة الكاميرا كان بتستعرض جانب من الحضور والجمهير كان في كذا حد الكاميرا حتى تفكست عندهم لفترة الرياكشينات بتاعتهم اللي هو ايه عارفة ان هوا انت بتبقى فرحتك منقوصة يعني نقصة حاجة فاهم ازاي فدي برضو كان يعني ما ننكرش ان الهدف اللي جي فينا هو طبعا يا منقوصة شباية يعني انا شخصيا لغاية النتيجة ما كانت اتنين صفر قاعد متطمن الى حد ما بس ماقدرش اقول ان انا كنت متطمن ان انا خلاص عديت لان المباراة التانية احنا من البداية برضو لو تتذكروا اجمعنا على ان لو انا كسبان اتنين صفر حتى تلاتة صفر هبقى قاعد اه التكتيك او طريقة اللعب هناك هتختلف من تلاتة لاتنين لاتنين واحد لكن انا عايز افكر الناس بحاجة انه الوداد البيضاوي نفسه طلع من الدور قبل انها ازاي تعادل سلبي في ملعبه ثم تعادل ايجابي مع سان داونز في ملعبه يعني اصد انه نتائج المباريات في كرة القدم وارد فيها كل شيء وانت الحمد لله كسبان المباراة الاولى اتنين كنا نتمنى انها تنتهي كده اما وقد حدث والاخطاء واردة في كرة القدم مقدرش اقول ان انا اصلا انا مش بلعب لوحدي طبعا يعني انت امامك فريق برضو قوي طبعا قوي وعنيد وهو حامل اللقب ومتمسك بفرصيته حقه طبعا حقه دا امر طبيعي طبيعي لكن دا مش معنى ان انا ابني على كده بان الموضوع انتهى يعني يعني مجرد الاحساس بان انا اسلم بان النتيجة خلصت على كده لا دا عفوا يعني دا نص الهزيمة ما هو انا مع حضرتك يا اساس جميل بس هي الناس كتت تقولك ايه انا ما كنتش نفسي ابدا يدخل فيه هدف طبعا كنت افضل كتير ليه ان انا كنت اقدر ان انا مدخلش فيه هدف دا حقيق لكن عندك عوامل وقلناك كلام ده في بداية الحلقة مع حضرتك قلنا اوقات بيكون فيه ملشط العام الواقع على اللعيبة من تقصير وبنتلع نقول بالمناسبة وعمل اخر مع احترامي الشديد بها اللعيبة ما اصرتش اخطاء التحكمية غير عادية يعني هي السبب في السكور مبارح انا تاني هرجع اقول ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرا النادي الاهلي اتعارض لحاجة زي كده وما بنعلقش شماعي على اي حد ولكن دي الرؤية لكن دي الرؤية الحقيقية لأ وغير كده احنا ممكن هنقولها كحقيقة احنا شفناها بالزبط يعني انا سامع للانترو برضو عبل منزل حرارك بتتكلمي على اللعبة اللعبة بايده عطية الله بالزبط وقلتلي انه فاكرة ياحيا عطية بياحيا عطية مش هنساء ياحيا مش هيتنيتي ايوة زي انرامو زي انرامو اما يبقى واحد عامل الكرة بايده عمدا متعمدا صحيح يعني بمنتهى الوضوح طبع فلابد ان الحكم كان ياخد القرار انا بس عايز اقول ان الحكم انا كنت متفائل بانه الاتحاد الافريقي بدأ يدي فرص لحكام جدد انما الحقيقة بعد اداء الحكم معتز الشلماني ده مبارح بهذا الشكل لا لازم يبقى فيه وقفة ان الحكم لو نتذكر مع بعض ضربة الجزاء اللي قلغيت بالفار اعتقد انها كان لها تأثير كبير على اداء الحكم بصرف النظر عن ان ضربة الجزاء صحيحة نص صحيحة يعني مش دين قضية دلوقتي انا قضيتي انه حكم الفار فرض على معتز اللي هو حكم المباراة يشام قراط يعني فرض على معتز انه هو يقلق ويتوتر كأن اللي بيدير المباراة الفار الفار مش هو مش الحكم طب قراراته مهتزة خاف ما هو خاف بعد كده لياه ياخد اي قرار لأ انت لازم تاخد قراراتك زي ما انت شايفة واذا الفار الفار راجعك ماشي ممكن تاخد بقراره او لأ تاخد برأيه وكورات الفار المفروض يرجعوا فيها الزبط كده ولا حياة المنتم دي ده جزئية وضعها ايه الحالة دي جزئية تانية انه طب فيه العاب اخرى ومواقف اخرى لما انت شاطر اوية بتاع الفار وتدخلت في هذه ولغيت حكم الحكم ولغيت قرار الحكم لماذا لم تتدخل في الامور الاخرى طب كويس فالاداء التحكيمي احنا بس بنذكره مش يعني انا مش عايز اصدر للعيبة النادي الاهلي انه هم مظلومين فعايت ظلمه فمش عايز اخش فيه لا 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 مشتريتنا مشتريتنا طب بالضبط لانه احنا محتاجين التسعين دي جايين كل لحظة وكل تركيز الاداء حيختلف على فكرة يعني هناك حيلعب الوداد على انه محتاج يحرز الهدف طبعا انت لازم يبقى عندك القدرة على انك تمنع احراز هذا الهدف بالدفاع بقى المتقدم اللي هو بعيد برضو عن منطقة جزائك تحسبا لانه باملك تسمى ده ممكن بيعتازل تقريبا فيؤدي اخر الادوار مش هنشاكك فيها من دلوقتي لكن تبعد يبقى دفاعك متقدم شوية ما تبقاش في مواقع خطيرة ثانيا حيبقى عندك انت المساحات اللي هو حاول يستغلها هنا عكسيا يعني انت بقى انه فريق الوداد عاوز يهاجم عاوز يهاجم وعاوز يخلص انت عندك الفرصة وعندك الامكانيات وعندك اللعيبة يعني عندك سرعات ما شاء الله ما شاء الله يعني يعني انا مبارح بشوف بيرستاو وحسين الشحات لا لا عظمة حاجة هيلة وبعدين انا شايف بيرستاو مبارح دقاطة موسط الراجل المدافع الافريقي ده الكعب الله كل شوية يجيبوا كده ويجيبوا كده يعني عايز اقول ان انت عندك الامكانية في مباراة الاياب باذن الله انك تحرز اهداف تسجل وده مش بعيد ابدا بس بشرط الدفاع رقم واحد يجب ان يكون متوقص جدا لهذه المباراة لكن لازم نبقى عايشين الاسبوع اللي جاي ده على امل التركيز الكامل في المباراة وعلى ان انها شوط تاني حقيقي وفعلي وليست اول مرة على فكرة حنتذكر مباراة السفاقسي اللي كانت هنا واحد واحد وهناك لغاية اخر ثواني واخر دقائق في المباراة الهدف الشهير لا ابو تريكا يعني عايز اقول انه تاريخ مباراة كرة القدم مليء بالدروس بقى صحيح في هذا الامر انا متفق مع حضرتك طيب برضو بتفسر بيه اساس جمال ان الناس كتير اتكلمت في تحليلهم للشق ده الجزئية دي انا كنت رائع جدا الشوط الاول وهجوميا كنت رائع جدا وفي تركيز هاي تراجع الهبومي في الشوط التاني اللي كان ممكن لو ما حصلش يخليني احرز اكتر من هدفين ايه سببه يعني بتشوف سببه كان ايه تحديد بغض النظر عن الاخطاء التحكمية فيه فرصة لا تضيع لكهربا وهو لعبة الى حد كبير صح اللي هي لعبة في الزاوية اليمين وانقذها حارس المطيع ده حارس الوداد يعني عايزة وبعين المباريات لا تحسب بانك لازم تبقي مهاجم على طول خط ببالعكس ده ده اللي احنا بنطالب به احيانا انه تهدئة اللعب ده جزء من الفوز يعني الاحتفاظ بالكورة يعني النادي الاهل خلال المباريات السابقة بيجيد انه هو يحتفظ بالكورة الاستحواز الاستحواز فيحرم منها المنافس وفي نفس الوقت يضعفه ويهز الثقة في نفسه ويهز الثقة في نفسه وبس انا عايز احرز اجوال برضه ماشي ما انت احرزت هدفين فكان من الممكن يبقى فيه مرحلة معينة في المباراة مجرد ان احنا نحتفظ بالكورة ونستحوز عليها ثانيا لازم نقول نقطة برضه مهمة انه المهمة تكون اسهل لما تبقي مركزة عن ناحية الدفاعية يعني الفريق اللي بيركز على انها واحدة الدفاعية البحتة ما بيشغلش دماغه بحاجات تانية ده في مباريات بطولة زي البطولة اللي احنا فيها دي ولا ده في المباريات العادية الفكرة اللي حضرتك بطوله لان انا اوقات بحتاج ان انا اهاجم وخلص المباراة واهدى بعد كده على فكرة الاهل المبارح كان بيهاجم في عز لما فاء فريق الوداد وبدأ يهاجم يهاجمك كان فيها هاجمات مرتدة خطيرة جدا وكانت فرص محققة منها اللعبة اللي هي كانت هاجمة على الاهلي طلعها مصطفى شوغير لعبها لعب يحيي عطية الله هنفضل وراء يحيي احنا ما تشكوه ما تفكرهاش بقى او ما سامحوش بلاش عشان عاربه دي لوقت الضعفات لا بجد يعني انه لعبة زي كده رد الفعل الطبيعي لا ده كان فيه بيرسي تاو كان فيه اعتقد حسين الشحات يعني كان من الممكن جدا حسب رؤية كمان بعض محللين التحكيم انه اللعبة ما كانش بيرسي تاو فقط هو الوراء يحيي لا ده كان فيه كمان اعتقد حسين الشحات فكان ممكن جدا تبقى فرصة مؤكدة ومن هنا كان يستحق كارتة احمر وليس كارتة اصفر طبعا في شهاد الجميع الفكرة كلها انه المباراة ما زالت في الملعب الاهلي محقق افضلية سيبك من انه الجنب جنين والكلام ده الجنب جنين لما يحتكم الامر لده لكن انت الان عندك جميع انواع التعادل جميع انواع الفوز وده وارد جدا لانه اذا كان فريق الوداد بيمتاز بالتقفيل مش هيعمل كده هناك هو اساسا حيلعب على اساس نوعه يبدرج بهدف حيعمله ده باستماتة كمان ايوة وبالتالي المباراة انا عايز بس نحط في اعتبارنا انه الوداد لم يتأهل الى النهائي مع كل الاحترام ليه بانه هو هاجم اكتر ولا كان فرصه اكتر لا بالعكس هو هاجم هو هاجم صعد بتعادل سلبي في ملعبه ثم تعادل ايجابي واللي احرز هدف التعادل لاعب السانداونز يعني يعني عايز اقول ايه انه كل شيء موجود في كرة القدم مفيش حاجة سماها انه المباراة انتهت اثنين واحد هنا فاشوف حالة من اليأس الناس بتتكلم على ان خلاص النهائي راح لا 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 نهائي راح فكرة ان انت بتلعب بقى مع منافس جريح كيوان قبالك على ارضه في وسط جمهوره بطبيعة الحال هيكون حاطت قدامه هدف من اول دي هيهاجمك باستمانة بالزبط يعني الحاجات دي هي اللي بس ايه بتقلق يعني فهمت عارف كل ده ممكن انت تتحوله الى ايجابيات يعني كل المميزات لو عملنا ايه بقى انت تتحول انت هتلعب امام جمهور كويس طبع طب هم لعبوا قدام الجمهور ده مبارح هم لعبوا قدام جمهور الاهلي بتشجيعه ولابد كمان ان احنا قبل ما ننقل لا جمهور الاهلي مبارح عشرة على العشرة كالعاب 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 مفيش غلطة مفيش خطأ طبع فانا عايز اقول انه انت بتفسد مميزاتهم بانك ازاي تلعب اول حاجة زي ما قولنا انت بتلعب قدام جمهورهم فمن السهل جدا انك لو طولت امد المباراة بحيث ان هم مش قادرين يحسموها ده على طول بينتقل الى المدرجات بلا شك احباطات يعني طبعا مثلا هو حيلعب بطريقة اقرب الى الهجومية انت تحاول تستفيد من هذا الاندفاع الهجومي يعني 100% طريقة المواجهة هتبقى مختلفة وبرضو لازم نشيد بصرف النظر عن النتيجة اللي هي غير مطمئنة من وجهة النظر اما انت وكان ممكن المباراة انتهي تعادل كنت هتعمل ايه طبعا يعني انت كنت ممكن تعمل ايه طبعا لو انتهت بالتعادل مثلا يعني فيه فرص كتيره وفيه حاجات كتير وما زال الامل قائم بقوة بشرط ان احنا لا نيأس يعني لا يتصرب الينا يأس انه لا الموضوع خلص لو وصلنا للنقطة دي مش هنشتغل فلازم نهتم طبعا اتفضل والله اه لا والله انا شايف ان السؤال اللي جاي يبقى الطف لو خلع منك بتعذب على الله ولا ادخل انا بسؤال بالعامل يالله با اكلم طب انا عندي حال اكمل انا ما سلد والله فكرة زي العسل لا انا شايف ان انا نكمل اصلا يعني للامانة الحالة اللي تخلقت عندنا بمجرد مناخل فينا الهدف ده وتاني ارجع وقول لحضرتك شفناها مرسومة على وشوش بعض الجماهير اللي كاميرا استعرضتهم مرسومة على وشي انا وانا باتفرج انا عادة بحب اتفرج لوحدي على فش احبش ايه ايه ده في نس كده كتير لا انا كمان مش عايز مؤثرات يعني خارجية مش عايز مؤثرات خارجية ايه وبتاعها لا انا بقاعد لوحدي والناس بتفرج على شاشة تانية خالص على برامج تانية مليش دعوة بس فعلا مش عايز اقول لك انا شكلي كان عامل ايه في اللحظات دي بيتفرج لوحده وبتركيز شديد دي عمليه صعب فبعض الاحيان بيكلم نفسه ساعات انا بكلم نفسي امبارح كلمت نفسك وقلت ايه كلمت نفسي انا بكلم نفسي بعيدة عن اخطاء التحكيم كمان عشان اكيد كلمت نفسي فيها كتير انا بكلمت نفسي وقلت لها طب ليه كده انا بقولك بقولتها الصراحة ليه بقى لانه انت اتنين الى حد جديد ردت بس عليك ولا لا لا ما ردت لا والله لو كتت ردت علي نقلة عليك لا لا ردت علي اه اعرف انت اللي هو يقف قدام المناية انت مكان بالتلاجة اه حاجة كده لو التلاجة ردت هنا نقلة لا هو الحقيقة يا ردت قالتلي اللي انا بقول لانا قلته من شوية اللي هو ايه انه لا لسه وانه جميع مباريات الدنيا جميع البطولات لا يعني لو انت تفتكر قبل المباراة دي لسه منعرفش النتيجة كام احنا قلنا ايه مباراتين ايه ليست مباراة ولكنها مباراتين اه طبعا طبعا ما لاش حل تاني لو اقول لك حاجة انت مش كسبان الترجي 3-0 هناك هل انت اعتبرت ان المباراة تيت ولا لعبت هنا برضو على اساس ان انت خايف من اي ردت فعل ما انتش عارف ايه اللي ممكن يجرى فلابد ان انت بتتخذ كل التدابير زي ما بيقولوا عشان تلعب المباراتين هم شطين ما تضمنش فلابد ان تتعامل مع هذه المباراة والله لو كسبان اربعة لو كسبان تلاتة اه بتبقى برضو بتفرق في الاريحية حتى كجباهية انا معايك وانت قاعد كده فيه اريحية فيه صفحة ده انا معايك طبعا بس برضو طب انا اقول لك بقى ده الخطورة في هذه النتيجة فيها خطورة وفيها ميزات ان انت حاسس او اللعيبة حاسة ان الموضوع لسه في الملعب لم ينتهي ممكن ده يبقى عندك حافز ليك حافز طبعا مفيش كلام مش هتلعب المبارات تانية على انها فصحة يعني اي وعلى فكرة مش مش مستحيل ومش صعب وممكن جدا يعني ممكن زي ما قلت لحضراتكم التعادلات زي ما قلت لحضراتك الانتصارات تختف هدف يعني كل السيناريوات وردة فما نقلقش نقلق بس نشتغل نستعد للمبارات بشكل قوي باذن الله يبقى التوفيق في صفنا باذن الله طيب اهو فضل تقريبا اربع دقيق استاذ جمال حاجة زي كده عايزة برضو اه عنتال حلقة كلها يعني لو الا لو حريك عايز تكمل يعني بس احنا هنمشي نكمل بقى بقى طب ما نسأله قلت لنفسك ايه تاني قلت لنفسك ايوا سؤال تاني او لك اتلاحظت صمت غريبة جدا ايوا كلنا قاعدين لا انا قلت يا ربنا اغلطت في حال هم مسجتون وضع خلص على كده ولا ايه لا الحلقة خلص انا الاربع دقيق دول حبة يعني شوية نكسر المود وعايز اروح للحدث العالمي الاكبر دولوقتي هو اعتزال ابراهيموفيتش مقدرش ما تكلمش حضرتك برضو عنه صراحة خدتنا فيه خدتنا فيه هنرجع ثاني بس بجد ابراهيموفيتش من اللعيبة اللي هو نفسه كان بيقولك انا مش عارف حتزل امتى لاني مش عارف خايف من الخطوة لبعد كده فهو كان مستبعد الاعتزال فكرة الاعتزال اصلا احنا كجماهير عشاق اللي بالملايين كله كان اعتقد ان هو مش قبل 45 سنة عشان يفكر في الاعتزال خمس وخمسين خمس وخمسين خمس وخمسين عاجي خمس وخمسين فكانت فجأة وفكرة ان هو حان الوقت اللي اقول وداعا اللي كتبها والبكاء اللي كان موجود مشاهد اللي احنا بنشوفها المؤثرة بشكل كبير جدا والعروض المعروضة عليه حاليا يا يكمل موسم كمان يا ينتقل للإدارة او يعني للتدريب في ميلان برضو ده برأيك فيه ايه هل كان فعلا التوقيت ده المناسب ولا التوقيت بيختاروا اولا اللعب وهي الاعتزال كل ما يجب ان توضع في زين اي لعب كرة مهما كان متألق اه طبعا يعني يوما ما سيودع المستطيل الارت فانا بشوف انه الاعتزال والناس عايزك احلى حاجة ده كتير ابطال الرياضين عملوا كده فيه ناس بيكسروا وراهم قولة اه طبعا يعني طبعا يعني طبعا يعني طبعا بيعملوا مشكلين لو فعل فكرة الاعتزال في القمة او الناس عايزك يعني مش لازم تكون المستوى عالمي لسه بيقل طبعا مع الزين لكن الاعتزال والناس عايزك ده حاجة روعة يعني وهذا على فكرة الفترة لو لعب موسم تاني او حاجة مش هيضيف كتير يعني انا فاكر جام بير بابان في اواخر ايامه نجم الفرنسي طبعا كان لعب موسم في اسمها ايه جزيرة في افريقيا من المستعمرات اسمها حاجة كده بعيد جدا ناحية مدغشقر اوكي طبعا موريشيس موريشيس حاجة تانية اللي هي بركانية جزيرة بركانية اسمها يعني احنا مش هانا اختلف اه يعني المهم من اوكي كان بيروح يلعب كل اسبوع مباراة في الدوري هناك من باريس ياخد المسافة دي في عشر ساعات عشان يلعب مباراة كل اسبوع بيسافر كل اسبوع رايح جاي لكنها لم يعني لم تؤثر او لم تضف الى تاريخه اخذ بالك ازاي فعشان كده بقولك انه الاعتزال هو نفسه مش عايز اعتزل بس هذا هو من المرات الندرة اللي نشوفه متأثر وشوفه دموع كده فعليه متحجرة ايه طبعا ده امر طبيعي حياته كلها في الملاعب عشرين سنة او اكتر كمان يعني بس انا اتمنى يعني انا بحبه جدا اتمنى ان هو ياخد المنصب الاداري او التدريبي في ميلان مع مالديني حيب افضل لي بكثير اعتقد ايخش على منصب او مهمة معينة في ميلان نورتنا نورتنا يا ميسيو الله شكرا جزيلا حقنا ان نصمت الان دلوتي الصمت اوكي لا يا الله رب ان شاء الله بإذن الله يوفق النادي ان شاء الله يا رب اللي جاي احنا واثقين كده كده وانا عارفة ومن الجماهير انا وكريم وكلنا الواثقين ان شاء الله الاهلي حفرحنا بإذن الله وتنضم ايضا يعني البطولات مرة اخرى لدولاب النادي الاهلي عندنا كالعادة نشكر حضراتكم على متابعاتنا نشوفكم انا وكريم بكرا ان شاء الله حلقة ديدة وعشر الصبح في الاهلي مع السلامة